اشتركوا في القناة اقتصادية حصول مدينة المنامة على المرتبة الرابعة خليجياً و144 عالمياً في مؤشر المدن المتطورة لعام 2018 ويقيس المؤشر تطور المدن في تسعة مجالات تعتبر أساسية في تقدم أي مدينة تتمثل في الاقتصاد ورأس المال البشري والتماسك الاجتماعي والبيئة والحوكمة والتخطيط الحضري إضافة إلى التكنولوجيا والتنقل وشبكة المواصلات وقد بيّنت التقارير الاقتصادية نمو الناتج المحلي البحريني إلى أكثر من 35 مليار دولار في 2018 بعد أن كان 33.9 مليار في العام الماضي 2017 مسجلاً بذلك نمو بنسبة 4.5% كشف عبد الرحمن فخر رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الذراع الاستثماري والعقاري المملكة بالكامل من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن استعداد الشركة لاستثمار أموال سنوات الخدمة الافتراضية في مجال العقارات وقد أوضح فخر أنه من المتوقعين يعزز قانون السماح لموظفي القطاع الخاص بشراء سنوات الخدمة الافتراضية بما لا يتجاوز خمس سنوات من الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقد بيّن فخر أن شركة أملاك تملك حالياً 13 سوقاً محلياً تعمل على إعادة بنائها وصيانتها وتحويلها إلى أسواق حديثة بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة المدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 17 مليوناً وأربعمائة وخمسة وتسعين ألفاً وتسعة عشر سهماً ووحدة وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة قدرها مليونان وثمانمائة وتسعة ألاف دينار بحريني نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 308 صفقات واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية أما على مستوى الشركات فقد جاءت مجموعة GFH المالية في المركز الأول وجاء في المركز الثاني البنك الأهلي المتحد ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بأكبر وطيرة في عام ونصف متجاوزة توقعات المحللين بمساهمة قطاع النفط بعد أن سجلت هبوطاً في مرسل ماضي وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أن مبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي نمت بنحو 1.6% على أساس شهري في أبريل مقابل تراجع بنسبة 1.1% في مرسل السابق له يلغي دوتشيبانك أكثر من 7000 وظيفة لخفض التكاليف واستعادة الربحية بينما يحافظ على حضوره العالمي في الوقت الذي يسعى فيه رئيسه التنفيذي الجديد كريستيان سوينغ إلى طمأنة المستثمرين والعملاء وقال أكبر بنوك ألمانيا أن عدد موظفيه على مستوى العالم سينخفض إلى أقل من 90 ألفاً من 97 ألفاً مع خفض بنسبة 25% لأعداد العاملين بمبيعات وتدول الأسهم في نيويورك ولندن بشكل أساسي حيث يخسر البنك موقعه لصالح منافسين أمريكيين